يبدو أن هناك من لا يريد للبلد إنها تفضل مستقرة وأقول لكم الحكاية من غير انزعاج ومن غير وجع قلب ومن غير حاجة أجهزة الأمن الشرطة يعني من يومين توصلت لخلية إرهابية عشرة اغتالوا شهداءنا في العريش وتم تصفيت العشرة والنهاردة صف واحد كمان 11 طلع بعض الأصوات قولك لا ده دول كان مقبود عليهم والدخلية قتلتهم وملهمش علاقة ودول كانوا معتقلين أصلا عند الدخلية مقبود عليهم وقتلوهم وبقى استغلال لهذا الأمر وتصعيد لهذا الموضوع والتصعيد جاي من جهات هقول لكم عليها مش كلامي كلامهم هما هقول رهولكم عشان نعرف يا جماعة وإحنا في مرحلة معراكة الوعي اللي أنا بقول لحضراتكم عليها والمهم إن احنا نعرفها بيستغلوا هذا الموضوع النهاردة سيبك إنه سيناء يحصل فيه إيه سيبك ولكن أنا عايز أهلين في سيناء شمال وجنوب سيناء أهلين المحترمين أهلين دايما اللي بنتكلم عنهم نحترمهم جدا أهلين في سيناء وأنا كلمتي ليكم لو سمحتوا نفضلكم ما تخلوش حد يشوه أبدا صورة أهلين في سيناء صورة حضراتكم اللي بتحبوا بلدكم بتحب جوجكم ساعدتهم بتساعدوهم وقفين خط دفاع محترم جدا أهلين في سيناء أعني هذا الكلام أهلين في العريش رفح الشيخ زويد في وسط في جنوب في كل سيناء بالكامل ليكم احترم كبير جدا ولكن لو سمحتوا خلوا بلكم في بعض الأصوات اللي مش من مصلحتها تبقوا عارفين ده مش من مصلحتها أبدا إن يكون فيه استقرار في سيناء ولا فيه استقرار في مصر بالعكس هم عايزين أي فرصة وأي شيء يصعدوا عشان يبقاش فيه استقرار هو عايز يصدر صورة سلبية عنكم وانتوا شرفاء محترمين أبرياء محترمين أنا بقولوا قولا واحدا فلو سمحتوا تخلوا بالكم من من يحاولون استغلال حضراتكم أهلين في سيناء ده اللي بيتم النهاردة وانتوا عارفين أكتر مني واستغلال هذا الأمر أزيع مبارح مؤتمر ليكم على قنوات الإخوان وقنوات الجزيرة على الهواء مباشرة اتزعى ازاي الكلام ده لو سمحتوا من فضلكوا لا تسمحوا لأي أشخاص يتحدثوا باسم أهالي سيناء الشرفاء أبدا انتوا شرفاء محترمين اللي عايز يتكلم يتكلم بالسانه ويقول أنا بتاع الحزب الفلاني أو أنا بتاع الرجل الفلاني لكن باسم أهالي سيناء لأ احنا بنرفض هذا الأمر اللي مش كل أهالي سيناء كده ومش دول أهالي سيناء أبدا اللي نعرفهم ومش دول رجال وشباب سيناء وسيدات سيناء أبدا مش هما دول أبدا اللي قدامنا ده لا يعبر عن أهل سيناء أبدا أهالي سيناء أهالي سيناء عارفين الوطنية والشجاعة والمصابرة والقوة وأدي إن انتوا ليكوا أدوار غير طبعية بمساعدة الدولة المصرية ومساعدة الجيش وأجيزة الدولة كلها ولكن اللي بيتقال ده أنا لا يعبر أبدا عنكم يعبر عن مجموعة يعبر عن فئة يعبر عن عشرين تلاتين مية لا أهالي سيناء عشرات الآلاف عشرات الآلاف من أهالي سيناء المحترمين لو سمحتوا ما تخلوش حد ياخدكوا لسكة بعكس طيار الدولة وعكس طيار الشعب كلكوا بالكامل خلوا بالكوا وهقول لكم إيه الحكاية من أولها لآخرها طلعت الدخلية البيان مبارح وزعنا الفيديو مبارح طلع حمدين صباح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة